بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن مجموعة من المشاكل اللي بتوضح الفرق بين سعر الفايدة الحقيقي وسعر الفايدة النامينال اللي هو الفيكتيشيس أو السعر الفايدة الوهم لو عندي مسألة بهذا الشكل أحمد برو ألف دولار from a bank and paid 12% per year compound semi-annual ظهرت المشكلة هنا أشوف كلمة compound وبعدين قبلها في year وبعدها في semi-annual نصف سنوي يبقى semi-annual جزء من الyear يبقى معنا كده الperiod 2 He rebaid the land in 6 equal payment هيدفع القرد ده هو على 6 وطرات بـ 23.36 Determine the total dollar amount of interest he paid and determine what percent of the original land this interest represents تعالوا مع بعض total amount الراجل قالك بيدفع كم؟ 23.63 بيدفعهم على 6 أقصات يبقى 6 أقصات في الكلام ده يبقى هو المبلغ اللي دفعه بيسوي الكلام طيب الأصل بتاعه الأصل بتاعه عبارة عن إيش ألف إيش كان ألف وهو دفع الكلام ده يبقى زيادة اللي عنده بهذا الشكل طيب سعر الفايدة اللي عنده هنا هو لما أقسمع الأصل اللي عندي أصبح سعر الفايدة 2.016% سعر الفايدة اللي عندي بهذا الشكل كأنه 22.016% في المي طيب which of the following had a better rate of retail إيه أفضل معدل فايدة في هذه الحالات 200 دولار invested for one year with 6.25 in interest or 500 دولار invested for one year with 18 دولار in interest paid طيب أنا النهاردة الحالة الأولانية الinterest بتاعتك بيقول لك أنا عندك 200 وبيديك دولار عبارة عن 6.4 دولار وأخبرك لمدة سنة يبقى سعر الفايدة اللي عندك ببساطة الكلام ده الinterest بسوبيه في الأي هنا سنة واحدة يبقى الآي بتاعتك عبارة عن 3.125% طيب حالة الرجل التاني طبعا مسائل بسيطة سهل عشان بس ايه افكرك بسعر الفايدة 500 هنا هوت وبعدين قال لك invest for ديك 8 دولار يبقى 8 على ال500 يبقى 3.6% 3.6% يبقى سعر الفايدة الأكبر هو الأفضل طيب نصعب الموضوع شوية عندي رسوم جمعية Tuitions University and fees can be paid using one of the three ممكن الأقصاط بتاعة الجمعة نتفحها بإحدى الطرق الآن one time total amount of the first day of the semester راح نتفحها مرة واحد bay liter total amount plus 2% 2 week after classes start early bird get 2 في المية discount to register and pay 2 week before classes start number one if a student's on time bill is عندي 120 دولار determine the equivalent pay later and the early bird amount أخبالك أحسب two options what total difference in dollar can be student experience between the early bird and pay later early bird and pay later plan plan الخطة دي الخطة رقم 2 والخطة رقم 3 لو كان plan for 1220 what percentage for the does this represent تمثل كامل 1220 دولار is the percentage not exceed 4% تعالوا نفسص المشكلة دي التفصيل بسيط لو أنا بدفع pay later amount بدفع 1800 زائد 1200 زائد 1200 في 2% واخبالك يبقى بسنة يبقى دفعت الكلام دا 1.222 لكن لو أنت دفعت في حالة دي 1200 نقص 1200 في الدسكون بتاعك اللي هو 2% يبقى تدفع كام 1.1 1176 دولار يبقى الفرق ما بين الخطة الأولى والخطة دي 1224 دا قيمة ما تدفعه في الخطة الأولينية لكن في حالة الدسكون بتاعك يبقى أنت في الحالة دي وفرت كام الكلام دا طب لو عاوز تحسب سعر الفايدة اللي عندك يبقى 48 اللي هو الوفر اللي حصل ما بين المبلغين على أصل المبلغ اللي عندي يطلع 4 في المية اللي عندي وشكرا نكمل السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر